شعر الصيام رمضان يا رمضان أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نبيه أزكى صلاة وتسليم متابعي الوطنية الثانية الأحباء ومشاهدي فقرة وبرنامج أيها الصائم الأعزاء الأوفياء خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الصائم الكريم سؤالنا لك في هذا اليوم هو عما تصوم هذا السؤال في ظاهره سؤال هين وسؤال يسهل الإجابة عنه لأن الصوم كما وضع شرحه الفقهاء بأنه الكف عن شهوة طي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الصوم هو العبادة الوحيدة التركية أي فيها الإمساك الترك كل العبادات فيها أمر بالفعل أما الصوم فهو ترك لكن الترك الحقيقي ليس فقط لشهوتي البطن والفرج لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر فأحيانا الإنسان يقوم رمضان ولكن لا يتدبر كتاب الله يعني يتوسع في الترنم ويتوسع في التغني بكتاب الله عز وجل وليس له تدبر وليس له حكمة كذلك الصائم الحق هو الذي تصوم معه جوارحه تصوم معه يده فلا تبطش ولا تمس الحرام ولا تشير ولو إشارة بالحرام فالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عندما أقبلت السيدة صفية وقال السيدة عائشة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا أي أنها كذا وكذا أي أنها قصيرة أشارت بيدها ولم تتفوه بكلمة فقال لها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم والله يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته كلمة تعكر بحرا لماذا لأن فيها استنقاص أو فيها استهانة أو فيها سخرية مجرد إشارة هذه اليد لابد أن تكون عفيفة شريفة نظيفة لا تضرب ولا تبطش ولا تشير ولا تأخذ الرشوة ولا تمس ما لا يحل لها لذلك أن أحدهم يعني أصيب بمرض فرقاه سيدنا عمر بن الخطاب ووضع سيدنا عمر يده عليه ورقاه وقرأ عليه الفاتحة فشهده آخر فقال الأمر هاي مسألة سهلة نقرأ الفاتحة وأضع يديه على المكان الذي يؤلم نحط يديه على المكان الذي فيه الألم وأقرأ الفاتحة ويشفى المريض ولكن ذهب إلى أحدهم فقرأ عليه الفاتحة ولكن لم يتغير شيء قال له ماذا تحس الآن أشني حوالك تو قالوا يعني كما كنت لم يتغير معي شيء قرأ مرة ثانية فقال ذلك الراقي قال الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين يد عمر قال سيدنا عمر قرأ عليك الفاتحة وأنا وضعت يديه وقرأت الفاتحة لكن أين يديه من يدي عمر فهذه اليد التي تحدثت عنها سيدة عائشة يد النبي الأكرم ويد الصحابة والخلفاء الراشدين قالت سيدة عائشة ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله فهذه اليد لابد أن تكون يدا عفيفة يدا نظيفة يدا لا تسرق فالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال لهم أتدرون من المفلس من أمتي تعفوش كون هو المفلس قالوا سهلة هذه المفلس من لا درهم له ولا دينار المفلس يعني ما عندهش فلوس لا درهم له ولا دينار الدرهم الفضي ودينار الذهبي قال لا المفلس من أمتي هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا نفزت حسناته طرح في النار وإذا كان مازالت ناس أخرى اعتدى عليها في حقوقها ينزع من سيئاتها وتضاف عليه والعياذ بالله فيطرح في جهنم فعليك أيها الصائم أن يكون صومك صوما حقيقيا امتناعا وكفا عن الحرام لأن الأصل في الطعام والشراب الأصل فيه الإباحة لأنه مباح يعني في غير نهار رمضان ولكن الغيبة والنميمة والغش والسرقة وقول الزور والاستماع إلى الزور والنظر إلى الحرام هذا محرم على طول العام فالطعام لذلك الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم عندما يعني شاهد امرأتان يعني صامتا يعني على على الطعام والشراب ولكن أمضتا اليوم في الغيبة والنميمة والتوريش والفتن وغير ذلك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صامتا على ما أحله الله اللي هو الطعام والشراب بالأصل فيه كونه حلال وأفترتا عما حرمه الله لأن الغيبة والنميمة هي محرمة على مدار العام وسيدنا معاذ بن جبل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغائر وعن اللسان قال له ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار غير حصاد ألسنتهم أشني للدخل الناس للنار إلا حصاد الألسنة فالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال المرء بأصغريه قلبه ولسانه صن لسانك أيها الإنسان ليلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاؤه الشجعان فعلى الصائم الحق أن يتعفف وأن يترفع حتى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا قال إن سابه إنسان أو شتمه أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم أو إني مرء صائم إني أمرء صائم أي ليس هذا عجزا مني على رد الإساءة بالإساءة وليس رد الإساءة بالإساءة من منهج الإسلام ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذه التعليم القرآنية أضحت فلسفات وأضحت نظريات وأضحت سياسة وأضحت تجارب وأضحت منهج يسير عليه العقلاء فهذا يعني سياسة ألا عنف أو فلسفة ألا عنف أو درء الحسنة السيئة بالحسنة ذهب بها الكثير من العظماء المهات مغاندي له كتاب يكتب في بذكراته يقول تجاربي مع الحياة أو تجاربي مع الحقيقة قصة حياته يقول إذا كل واحد مننا دفع الإساءة بالإساءة لن تنتهي الإساءة هذه فرصة في رمضان لكي تلجم نفسك وتكبح جماحها عن هذه الإساءة تصوم معك الجوارح يصوم عنك اللسان فالإنسان لا يخوض في أعراض الناس يعني لا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه هل يأكل الإنسان لحم الميت فهذا غائب فهو حكمه حكم ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه ورسول أكرم صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت في أخيك ما فيه وهو غائب فقد اغتبته قال يعني ولو كان فيه نعم تعتبر غيبة وذاك قلت فيه يعني ما ليس فيه فقد بهدته يعني هذا يعتبر بهتان يعتبر زور يعني هذا افتراء يعني إذا قلت فيه ما بلغك عنه يعتبر هذا من أعظم الزور لأنك لم تتحقق في ذلك إذا قلت فيه ما تعلم فيه هو كريم وقلت فيه يعني هو بخيل وقلت فيه أنه بخيل هذه غيبة وإذا قلت فيه يعني ما ليس فيه فهذا بهتان لأن هذا كذب وهذا زور وإذا قلت فيه ما بلغك عنه فهو إفك وافتراء لأنك لم تتحقق ولم تمحص وجاءك إنسان بخبر فلم تتبت ولم تتبين وقد تصيب إنسان آخر بجهالة بذلك القول ففرصة في رمضان لتطهر لسانك فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه وليكون الإنسان لسانه رطبا بذكر الله يعمر أوقاته بالصالحات ويصوم وتصوم معه جوارحه من غشنا فليس منا ورب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا فالذي يضرب الناس في أمنها كالذي يضرب الناس في اقتصادها فلماذا يصبح شهر رمضان شهر التحيل وشهر الغش وشهر العصبية الزائدة وشهر فحش القول فهذه فرصة أن تصوم ويصوم معك بصرك أيضا فالنظرة هي سهم من سهام الشيطان سهم من سهام إبليس سهم مسموم عليك أن ترده في هذا الشهر وفي غير هذا الشهر وصدق الشاعر الحكيم إذ قال كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرري أحيانا ينتج حريق عظيم وسببه شرارة بسيطة فهذا النظر كذلك السمع السمع لا الإنسان يعني فبشر عباد الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسنه استمع إلى ما يرضي الله استمع إلى المواعظ جدد إيمانك استمع إلى الدروس ارجع إلى رحاب الله عز وجل هذه فرصة أن تستمع إلى كتاب الله في شغلك في عملك في قيادتك لسياراتك وأن يكون كتاب الله هو رفيقك وهو أنيسك تصوم معك الجوارح تصوم كذلك معك البطن نعم الصوم ليس فقط صوم على الأكل والشرب وإنما هو صوم إذن على الإسراف فأحيانا الأمر يكون حلالا ولكن يكون بغيظا أبغض الحلال إلى الله الطلاق الأنسان يعني أحل الله له الطلاق كحل أخير ولكنه حلال لكن بغيظ إلى الله عز وجل كذلك إذا كان الإنسان ملأ بطنه بالحلال ولم يجعل في ذلك ثلثا لنفسه وثلثا لشرابه وثلثا لمطعمه فالمعدة يعني الحمية أصل الدواء أصل الدواء والمعدة بيت الداء فهذه يعني فلسفة ربانية هذه آية يعني وضعت في صيدلية ربانية هذه حكمة طبية كلوا واشربوا ولا تسرفوا هذا عدم الإسراف مطلوب من المسلم في كل الشهور فما بالك بالذي يعني لا تصوم معه جوارحه فإذا بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كنا لمحالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه فهذا هو المطلوب وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه أحيانا يملأه بالحلال ويكون بغيظا فكيف بالذي يملأه بالحرام والعياذ بالله فإذا غضب الله على إمرئ رزقه مالا حرام وإذا اشتد عليه غضبه واسع له فيه استدراج والعياذ بالله وإذا اشتد عليه غضبه وكل له شيطانا يقول له إن الله غفور رحيم لأن الشياطين هناك منهم مرضة تصفد وتغل ولكن تبقى النفس الأمارة بالسوء ويبقى الشيطان يوسوس في هذا الشهر فعليك مغالبة النفس ومغالبة الشيطان وأن لا تأكل إلا طيبا رابع العدوية عندما عاد إليها والدها بالطعام ووجدها جاعت في آخر النهار فقال لها أرأيتي هذا الطعام نعم قالت له هل ترزقنا يا أبتي تطعمنا من حلال أم من حرام توقفين من الحلال أم من الحرام فأراد أن يختبر إيمانها وذكائها فقال لها وهي طفلة صغيرة أرأيتي يا بنيتي إن لم أجد إلى الحرام أتصبرين على الجوع قال إذا كان لها حرام يعني تصبر على الجوع قتله يا أبتي نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على نار جهنم يوم القيامة لأن الإنسان الحق هو الذي يترك الحرام ويترك هيشات الأسواق ويترك الفوضى وحتى من غريب الحديث أنه من جمع مالا من مهاوش أنفقه في نهابر أي الذي يجمع مالا من حلال وحرام ويختلط فيه الأمر ينفقه فيما لا يعني لذلك لابد من الحق أن يؤمن أن شهر رمضان شهر يوسع الله فيه في الأرزاق فلذلك فلتصم يدك عن التطفيف في الميزان ويل المطففين الذين إذا اكتالوا عن ناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا يعني يوم يقوم الناس أنت يعني ستقوم وستقف بين يدين الله عز وجل وستسأل عن أربع عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقت وتسأل عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته وعن علمك فيما عملت فيه ومن بينها هذا المال فلذلك عليك أن تصوم معك جوارحك تصوم بطنك عن الحرام وتصوم عينك عن رؤية ما لا يحل لك ويصوم أذنك عن سماع فحش القول وقول الزور فمن لم يدع قول الزوري والعمل به قول الزور الزور هو الانحراف هو الميل هو البعد عن خط الاستقامة فليس الله حاجة فيه أن يدعى طعامه وشرابه هنا هناك كما يتحدث الإمام الغزالي عن صوم العوام وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص الناس الذين يريدون أن يكون هذا الشهر حقيقة مدرسة يتخرجون فيها بعده بتفوق وبامتياز وليريدون أن يكون إمعه صام الناس فصمنا تسحروا فتسحرنا أمسكوا فأمسكنا أفطروا فأفطرنا لا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يريد للمسلم أن ينحط له شخصية وقوام وبنية واضحة هذا مسلم يهدي الناس بسلوكه وبفعله وبخبرته ولا تتطلب دعاة متخصصين أحيانا يعني هناك بعض الطلبة من اندونيسيا يعني في أوروبا اكتروا منزلا فسألهم الناس أنتم يعني ما دينكم بهذه العفة وبهذه الأخلاق قالوا نحن مسلمون قال لهم علمونا بالله دينكم هذا علموهم الدين جنود أتراك يعني علموا الناس الدين فهذه يعني لا تستحق يعني إنسانا بليغا أو فصيحا في العربية أو إنسانا تهتز له أعواد المنابر أو فقيها متبحرا غاية ما في الأمر أن يكون الإنسان قدوة بأفعاله لا بأقواله أن تصوم معك جوارحك حتى إذا رأاك إنسان قال هذا إمر أنصاء لأن الصوم عبادة باطنية لا يطلع عليها أحد ولذلك الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم استثناء فهو لي وأنا أجذي به والحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ومع الله لا يوجد حساب ولا يوجد عدد يا من تخشى الفقر عليك بأن تتق الله ولا تغش في هذا الشهر عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازق وقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا ما أكل العصفور شيئا مع النسري ومن عاش ألفا وألفين من العمر فلا بد فيه من يوم يسير فيه إلى القبر وكم من فتى أمس وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري فلذلك عليك أن تعلم أنه كل يوم يمضي هو يقربك إلى قبرك يقربك إلى الموت ويقربك إلى أن تقف بين إيد الله عز وجل فليكون شهر رمضان فرصة لأن تتدارك فيه ما فات وأنت صوم معك الجوارح تخلص من آفات اللسان الغيبة النميمة نقل الأخبار بين الناس لإقاع الفتنة بينهم شهادة الزور الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قال يعني أمبيئكم بأكبر الكبائر تعرفوا شنو أكبر الكبائر قال الإشراك بالله كون تتخذ مع الله شريكا وندا وعقوق الولدين ثم كان متكيا فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس فقال وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور قال الصحابة فما زال يكررها حتى قلن ليته سكت مكثر ما شافو النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بهذا القول وكان متجعا فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس لهذا لأن الأمر عنده قيمة وعنده أهمية يعني بعد ما قال الشرك بالله وعقوق الولدين قام ليحدث الناس عن قول الزور وأحمرت عيناه وكأنه منذر جيش فقال الصحابة قلنا ليته سكت أشفقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كثر حماسه ووقعت المسألة في قلوبهم موقعها لأن الناس يعني عندما تستمع موعظة ما تقول إيش هذا يعني لا تتأثر الناس إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تقشعر جلودهم لذكر الله عز وجل يعني تنسكب منهم الدموع لذلك كانوا يعني يتأثرون بهذه المواعظ النبوية فقال حتى قلنا ليته سكت وفي حديث العرباظ بن سارية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون لذلك كان من بين الدعاء اللهم أن نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع فهذا القلب الذي لا يخشع والعين التي لا تدمع كان الصحابة يستزيدون عندما وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع فقال أحد الصحابة يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع ماذا تعهد إلينا يا رسول الله حسنا وكأن الموعظة هذه من بين أخريات الموعظ موعظة أخيرة أو يعني ولم يكن همهم يعني هو كون يا رسول الله لا لا تقول هذا أو يعني أنت ستعيش معنا أبدا داهر أو شيء لا كان همهم هو الاستيزادة من القرب إلى الله ماذا تعهدوا إلينا قال من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد النواجد هي الأضراس يعني تمسك الإنسان لأن الإنسان في عصر المغريات والمبيقات والشهوات يعني يعني يصبح عسير عليه أن يتمسك بدينه فعلى الإنسان المؤمن الحق أن تصوم معه جواريحه لا يسمعوا إلا ما يرضي الله ولا يقولوا إلا ما يرضي الله حتى إذا كان أبتليا بالناس الذين جعلوا من رمضان شهر خصومات وشهر تشنج وشهر عصبية فليقول إني صائم إنتهى الأمر حسمت المسألة السيدة عايشة عندما دخل اليهود وقالوا للرسول الأكرم أسام عليك يا رسول الله يعني أكرمكم الله أي الموت فالسيدة عايشة يعني غضبت لذلك وقالت يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا قال وقلت عليكم يعني أنتهى الأمر لا أبقى يعني في مهاترات تصون لسانك على المهاترات الكلامية وتصون يعني بصرك وجواريحك ويدك وقدميك فلا تمشي إلى مواقع سوء وإلى مواطن له تمشي إلى المسجد وتمشي إلى مواقع التي فيها الخير زيارة الأقارب وصيرة الأرحام وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقبلت يا رمضان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة